عشان يعمل البيزنس بتاعه أو ورشته أو مشروعه بيبقى بيقدم رجله باخر رجل يعني هو بيكون عايز رأس مال غير لما تبتشتغلي من عداية حد ما فيش مشكلة بصي أنا واسكة أهم حاجة لازم يكون الواحد واسك في شغله أنا مهما يكون أنا مهما يكون أنا واسكة في نفسه واسكة في شغلي بصي يوم ما يكون عندي معرض مشترك مع بتاعات القرية أنا ببقى خايفة من جوايا إن أنا لازم أنا عايزة شغلي يبقى كويس ببقى خايفة جدا فبفضل أعمل كل جهدي على أساس إن أنا في الآخر وبصراحة والحمد لله يا ربي الحمد لله إن ما بعمل كده بيطلع شغلي الحمد لله هو أحسن شغل الحمد لله لما جيتي تعملي الورشة بنفسك قلت هجيب رأس المال الزهين لا هقول لحضرتك أنا لما عملت كده بجد بجد استلفتي أحوشتي لأ أنا استلفت وفيه ناس كتير أنا الحمد لله أحبيني إن أنا استمر في الموضوع دي ده وفيه بزرات برضه أنا أكلمتهم قلتهم إن أنا هفتح ورشة عايزة أعمل ورشة وابتدت من أول السلم هم ساعدوك يعني ساعدوني استثمروا بالضبط يعني ساعدوني بس أنا ابتدت برضه على الضيق خالص أنا كان عندي قاعدة في بيت في شقة صغيرة مش كبيرة يعني شلت المطبخ اللي أنا بطبخ فيه وشلت الحاجة بتاعتي كلها ولما أخذ عملت فيها الحوط بتاع تينا بيرس اللي ما عملت فيه الفرن يا روبا بجد يعني استعملت نصحة نصحة لأ أنا لازم أبدأ كده بقا والحمد لله كان عندي صديق طبعا ما فيش طبيخ طبعا في بيتكو ده لا أنا بطبخ يعني بصي أنا بصرف أعمل في أي حاجة أنا قالت يعني هي الشقة كانت ثلاث قود والحمام والمطبخ وبر السلم أنا استعملت قطين والقودة الثالثة خليتها حطيت فيها الدولاب فرغت الحاجة بتاعتي منها وحطيت الدولاب وبر السلم حطيت فيها الفرن والمطبخ عملت فيه الحط بتاعتي شكرا شكرا